ماذا قصة جبل التروبيك المغربي لمعظم الدول عينها فيه وخصوصا إسبانيا؟ وش بالصح أن هذا الجبل هذا فيه تروات هائلة وكونوز معدينية اللي مكيناش في أي منطقة في العالم؟ وشنو علاقة ترسيم الحدود البحرية المغربية مع هذا الجبل هذا واللي خلأ إسبانيا بغير يخرج لها العقل؟ وعلاش منظمات دولية وصفت في تقارير ديالها أن جبل التروبيك تعتبر كنز مدفون في المياه الجنوبية المغربية؟ هذه الأسئلة كاملة ستجاوبون عليها بالأرقام ومعطيات ونوقفوا عند أدق التفاصيل لكي نعفو الحقيقة الكاملة لجبل التروبيك المغربي ومتنسونا شو واحد أبوني ولايك وكمونتر وخصوصا باختاش 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 لكي نعفو الشنوكين مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معكم سوفين ساميع نبدأ القصة من الأول لها في أواخر 2016 كان عالم جيولوجيا البحرية مارلي مورطن يقود رحلة استكشافية لصالح المركز الوطني لعلوم المحيطات البريطانية وكان الغرض من هذه الرحلة الاستكشافية أنهم يقلبوا على المعادن التي كانت في قاع المحيط خصوصا في سواحي الغرب المغرب وجزر الكناري ولكن فرقة البيعة الاستكشافية بالصدفة سنلقاه أكبر كنز كين في العالم اللي هو جبل طربيك السؤال مطرح فين جهت الجبل هذا؟ وشنو الكنز اللي لقوا في الجبل هذا؟ ومناش كتكون هات الجبل؟ وعلاش وصفوه العلماء بأنه كنز تامين؟ فالتقرير هذا ستجاوبه على جميع الأسئلة جبل طربيك يتواجد على بعد 500 كم قبالة السواحل المغربية الجبل هو عبارة عن بركان ميت كان نشط هذه 119 مليون عام في عمق البحر وفيه الأطنان من مادة التريليوم والكوبالت ومعادن أخرى غالية جدا والتي لم يكنها في العالم كامل وهنا ستساولني وتقول لي لا صارحة هذه المعادن وماذا هذه المعادن تعتبر معادن تامينة؟ المعهد الإسباني لعلوم المحيطات والمعهد الهيدرغرافي للبحرية الإسبانية التي تحتهمها من الساق والخبار في الاكتشاف ومشون يجريون ودعون عليه دراسات وأبحاث معمّقة وجدوا أن جبل طربيك يتواجد على عمق 1000 متر تحت البحر والذي وجدوا فيه احتياطات مهمة من التريليوم والكوبالت تريليوم تعتبر من المواد الرئيسية في الصناعات الإلكترونية وفي الصناعة الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية ويتقدر مخزون هذه المادة في جبل طربيك 10% من الاحتياط العالمي أما مادة الكوبالت في المخزونها في جبل طربيك حسب تقارير المعهد الإسباني لعلوم المحيطات فهي يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية وهو ما يمثل 54 ضعف ما كانت توفر عليه جميع الدول العالم حاليا وأنتو معارفين أنه مستقبلا سيبقوا غير السيارات الكهربائية فوق الأرض عندما عرفنا جبل طربيك فيجا وماذا هو فيه وماذا هو القيمة الحقيقية من هذا الاكتشاف نرى الصراع الذي نضع عليه بعد هذا الاكتشاف مباشرة للمغرب ناد وجد مشروع قانون يتعلق بتصيم حدود البحرية إسباني من سمعت المغرب وجد مشروع قانون لكي يرسم حدود البحرية نادت دارة البلبالة وستعملت جميع الضغطات والأوراق السياسية لها لكي هذا القانون ما يدوش في البرلمان المغربي وقالت أنه لكي يدوز هذا القانون خاص يكونوا احتفاق مشارك بينها وبين المغرب لحقاش جزر الكناري تحت النفوذ ديالها وتابعي الإسبانيا بحجة أن المغرب بغي يهرف على الحدود البحرية ديال جزر الكناري والمغرب من يكتب عليه الضغط أجل منصادقة على هذا القانون هذا واحد سؤال مطروح علاش المغرب حتل هاد الوقيتي هذه عادة بغي يزيد يوسع من المياه دياله الإقليمية ويرسم حدوده البحرية لحقاش المغرب كنخدم غير قانون 1981 لما فيتاش حدوده البحرية 200 ميل ومئتين ميل ما داخلت فيها جبل تروبيك مع العلم أن القانون دولي يسمح للدول الساحلية أن الحدود البحرية ديالها توصل حتى 350 ميل وهذا الشيء يريد في المغرب يريد يوصل حدوده البحرية إلى 350 ميل وفق القانون البحار الدولي بالجبل تروبيك يكون قانونياً داخل المياه البحرية المغربية وماذا يقول القانون البحار الدولي بالتفصيل؟ يقول أنه يمكن لأي دولة ساحلية إنشاء منطقة اقتصادية بحرية خالصة بطول 200 ميل من أجل استكشاف واستغلال موارد طبيعية والمعدنية ويقول القانون أيضاً أنه يمكن لأي دولة ساحلية توسيع جرفها القاري بما فيه قاع البحر وباطل الأرض البحرية حتى 350 ميل وهذا الشيء يريد في المغرب وفي الوقت المغرب أجل مصادقة على هذا القانون حتى يلقى اتفاق ودي مع إسبانيا ناضة إسبانيا تقدمت بوحد طلب لجنة أممية خاصة بترسيم الحدود البحرية باش توسع من مياهها الإقليمية البحرية وخصوصاً المياه دي المصعمرة ديالها جزر الكاناري المغرب منيشاف إسبانيا دارت هات الخطوة هادي ما كانش من العاكزين وقال له نطبق معاك القانون ونهار 3 أبريل 2020 البرلمان المغربي كي صادق على مشروع القانون الخاص بترسيم الحدود المغربية اللي وصلها إلى 350 ميل حسب المعايير الدولية وحسب قانون البحار الدولي وتم الموافقة على هذا القانون بشكل نهائي وبمصادقة الملك محمد السادس رسمياً وبعد المصادقة على هذا القانون نادت إسبانيا وخصوصاً الحزب الشعبي الإسباني اللي اعتبر أن المصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية المغربية أنه يضرب المصالح إسبانيا وهو عمل أحادي الجانب ويمس بسلامة أقاليم البحرية الإسبانية في المقابل المغرب رد على إسبانيا وقال لها أريد أن أريد القوانين الدولية وقال لها أنا لم أدرت شيئا خارج القانون وقال لها أنه بحالة القوانين تعتبر مسائل داخلية وعمل سيادي بموجب القانون الدولي ولكن إسبانيا لم تسرطت لها وما زالت تمارس ضغوطات سياسية على المغرب إلى يومنا هذا لماذا؟ لأن الجزر في القانون الدولي لم يكن لديهم حق يفوتوا مئتين ميل في توسعة المياه الحدود البحرية وحسب تقارير إعلامية التي أكدت أن حكومة إسبانيا والحكومة المغربية كانوا يطلقون العام لفات لتفاوضوا على هذه القضية ولكن أجلوا اللقاء بسبب جائحة كورونا وحسب المتسبعين الدوليين يقولوا لا كانوا بسبب كورونا وإنما بسبب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية ومؤخرا خرجت تقارير إعلامية تقول أن تركيا ناضط بطريقة غير شرعية وغير قانونية وثلات المياه المغربية الجنوبية لكي ترى المعادن في جبل التروبيك وتأكد من صحة المعلومات وماذا في علام جبل التروبيك في هذه المعادن التامين لما كانت في العالم كامل وحتى الصيم ليون سلطة الخبار مؤخرا صيفتت بزاف دي البعتات الرسمية والغرف التجارية ورجال الأعمال إلى مدينة العيون والداخلة وكل من المحللين لربط المناورة العسكرية الضخمة اللي قامت بها أمريكان والمغرب مؤخرا في المياه الجنوبية المغربية واللي أمريكان حذكت فيها واحد من أكبر أسطولها البحري بالقرب من جبل التروبيك هو إشارة قوية للدعم الأمريكي والمغرب في هذه القضية وأنتم لا نبدأ في هذا الشيء كامل من اللي واقع دعونا أراءكم في التعليقات وإلى عجبكم المحتوى بفتاش يوهما أكبر عدد ممكن من الناس بفتاش 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 حتى يوصل أكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائدة وصلنا معكم الختام هذه تحيات صفيان سامع انطلقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم شكرا